الأيام دي بتمر علينا ذكرى رحيل أسطورة من أساطير النادي الأهلي ليه بقى أقول أسطورة؟ لأن واحد عاش في النادي الأهلي طول حياته لدرجة في اللحظات الأخيرة من عمره كان بيضحي عشان النادي الأهلي ومر 18 سنة على رحيله حتى هذه اللحظة هو رحل بجثمانه لكن روحه لسه موجودة معنا وهو في قلوبنا كلنا وأنا فاكر أنا كنت كان صديق قريب مني أوي عزيز علي أوي وفي نفس الوقت وهو كان بعد مباراة الزمالك اللي احنا كسبناها وتفتكره لما غطى نفسه بالبطنية هو في الملعب مروح بعدها أنا بكلمه بقول له يا كابتن انت ليني زلت وانت تعبان قال للنادي الأهلي أموت عشان النادي الأهلي قال لي أنا حاسس النهاردة أن أنا بموت هو طبعا نجمينا كابتن ثابت البطر رحمة الله عليه مات وهو في الملعب لحد آخر لحظة في حياته وأنا بقول لك الله يرحمك كابتن ثابت ويجي على المسواك الجنة والفردوس الأعلى من الجنة كلنا فاكرينك وانت ديت للنادي الأهلي وانت لاعب أو انت مدير كرة في أي مكان في النادي الأهلي كان ديت الأهلي بيحطك في أي مكان وانت كنت راجل في كل مكان رحمة الله عليك وربنا يجعل مسواك الجنة إن شاء الله